بعتلي اعمل حسابي في اربعة مليون صحيح تقولوا يا ابن اعمل حسابي في اربعة مليون طن على سنة مانش عايزهم فورا على سنة الحظ انا موافق وبعتلي فبعتنا زي ما انتوا عارفين مركبين عبوهم وبعد كده راحوا رفضين كلياتا يدو بطرون وتذكروا ده كان الوقت اللي انا اتذنقت الله يرحمه شاهران لما ما كانش عندي احتياطي الا خمستاشر يوم للقوات المسلحة وللبلد ولو حصل اي معركة في ذلك الوقت كان القوات المسلحة تستهلك لاحتياطي ده في ساعات وكان لا البلد ولا القوات المسلحة بعد كده عندها نقطة البترول بعد ساعات شاهران الله يرحمه اه انا بعدت الاخوان العرب ما اتأخروه بس طريقتهم هم مش على بالهم مرتاحين ولما اقوله عندي احتياطي خمستاشر يوم يقولك طب ما فياش حاجة يعني ابعت الوزير وعلى مهله وعلى شهر اتنين يبعت البترول لكن دي معركة لما بعدت لشاهران امحول المراكب من البحر البحر تيجي على اسكندري اللي كانت رايحة اوروبا حولها بالنسلكي على اسكندري لانه عارف ان دي معركة ما تحتملش وخمستاشر يوم احتياطي القوات المسلحة تخلصوا في ساعتين اذا جرت معركة طب واعمل ايه انا بقى بعد كده دباباتي وقواتي تقف وحتى البلد كلها لانه المخازن المخابز محطات تهربة كل شيء وصدمة القذافي المبديش بعد ما اتعهد بربعة مليون طن على سنة شاهران حول المراكب من البحر وبعت ستمائة الف طن فورا من اللي كانوا في البحر وقال لي وزير البترول ييجي ياخد الكمية اللي انت عايزها على بقية المدة ما افتكر اصل الحكاية دي يعني لازم كل شوية كده نفتكر الدين ونفكر اللي حوالينا sean زي ما قولتنكم بعد سنتين من فتح القناة كان بتادي لي 500 مليون دولار في السنة وابتديت افتح البترول خلاص احنا عملنا بقى فضل الاشتباك الاوأ ودخلنا عملنا فضل الاشتباك التاني فضل الشباك التاني ما فتحتش بس البترول لا استردت جزء من البترول بتاعنا اللي كان عندي اسرائيل في سيد زائد فتح البترول الادين بتاعنا ابتدينا ما نحتاجش بترول من حد ونستهلك الكمية اللي احنا عايزينها ونصدر شيء بسيط احنا بنستهلك 12 مليون طن في الوقتي ده كنا اللي بنطلعه كله حول 15 مليون طن يبقى بناخد 12 لنا وبنبيع 3 ومشينا في الاكتشافات ومشينا في عملية البترول في نفس الوقت عملية القناة ماشي تطوير في نفس الوقت الصناعة ماشي الجاء الغاز لما القناه قدامه بوئير بنينا عليه مصنع السماد اللي يعتبر من مفاخر العالم اللي فتحناه السنة اللي قبل اللي فاتت مع المانيا الغربي وبنينا في طلخة ماشي على الغاز بتاع ابو ماضي لان الغاز بتاع ابو الغردي داخل دلوقتي على وصل حلوان والقاهرة وداخل يكمل في القاهرة والغاز بتاع اسكندرية عمل السماد واتفقنا مع اليابان عشان نعمل عليه الحديد وفي نفس الوقت بنبني مصانع الاسمنت عشان عشان هاية السنة الجاية 82 باذن الله نبتدي مش بس ناخد الاسمنت اللي احنا عايزينه بل نبتدي نصدر حاجة بسيطة اخر السنة اللي جاية ان شاء الله وقت واحد القناة بتتطور بتديني 500 مليون جنيه لكن بتتطور لآكل البترول بتاعي بلاقيه وبدل ما بشتري واستلف وانا كنت باستلف علشان ارجعه بدل ما اشتري واستلف بترولي بطلعه بصدر بسيط الاسمن بتعاقد علشان ابني المصانع السماد بتعاقد وابني المصانع ثلاث مدن في القناة في السويس وفي الاسماعيلية وفي بورسعيد بتقوم علشان المهجرين والمرار اللي شفوه وهم مهجرين وكانوا عايشين سمعتوني بقول في يوم ووسط المرحيب لانه قاعدين في مدرسة مثلا في الغربي تأتساع تلتمية قاعد فيها تلات تلاف طب ما هو النتيجة ايه طفحت المجاري وعايشين كانوا مساكين في كل هذا بل بعضهم فقد الامل انه يرجع لاهله وبلده وطرابه على القناة لكن مشير عملنا التلات مدن والنهار الضاعف مع كل الصناعة اللي حكتلكوا عنها دي كلها وانا قاعد احسب الدوايا والألم علشان اجمع الفلوس على بعضها عشان احل مشاكل البلد لغاية ما جينا سنة تمانين الصورة ايه في سنة تمانين القناة طلعت لسبعمائة مليون والسنة دي ان شاء الله في نهاية واحد وثمانين دي هتقفل على الالف مليون ان شاء الله البترون الاكتشافات دي حاجة انما خليني في اللي في ايدي النهار كنا دي ما قلتلكوا بنستهلك اتناشر مليون طن وكنت بس تلف جبنا الاثناشر طلعنا الخمستاشر طلعنا العشرين لخمسة وعشرين سنة تمانين وصلنا لتلاتين واتنين وتلاتين باخد اتناشر استهلكهم وبصدر عشرين بالسعر المرتفع زي البترون القناة زي ما حكت لكم دخلت عدة السبعمية سبعمية مليون فجئ في سنة الثمانين بولادي المصريين المهاجرين اللي برة اللي بيشتغلوا برة والمهاجرين فجئت بيهم بيرجعوا للعيل عشان العيلة المصرية رجعت رجعنا عيلة تاني بيبعثوا بيبعثوا كل ما يملكوه بعتوه لمصر قام رقم خرافة بقى دخل البترون زي الدخل القناة زي الدخل اللي بيبعثوه لي اولادي المصريين اللي برع مهاجرين مهاجرين او مبعوثين او بيشتغلوا في الخارج زائد النشاط اللي بعد الانفتاح مشي في البلد على صورة ما يصدق هاش العقل لانه اتبنى في البلد حاجة اسمها الثقة والاستقرار الاول بنينا العيلة رجعنا للعيلة سوا رجعنا الروح العيلة مش 18 و 19 يناير سنة 77 لا دي ما كانتش روح العيلة دي كان